الأوضاع عند الأسيرات صعبة جدا بأيام الأخير الاكتطاث كان كتير كبير المصابات من الطفلات الزهرات تزايد الأعداد 12 طفلة تحكم منهم تنتين استبرق نور وهدية رينات كتير صعب تعمل تخيل أنا عم بحكي عن 12 14 15 17 سنة أعمار هدول البنات وضحهم صعب جدا جدا استبرق حملتني شغلة استبرق هاي بتكون أختها الطفلة والدتو هي بالأسر استبرق كانت عاملة سرير لأختها وبالليل بتهزيلها وبتلعبها وبتحاكيها في نص الليل استبرق اتحاكمت كإرهابية سنتين ونص واني الإرهاب ببنت مش بتحمل أختها حملوني إنه هم بدهم حريتهم هم ضحايا صح إنه إحنا كل آياتنا بنحكي فلسطيني بتستاهل شغلات كتير بس يا ترى العالم كله بيصدق طفلة ماسكة لعبة هيك إرهابية وسكينة ثلاث قضابي بيحاكموا طفلة 12-13 سنة 12 طفلة في السجن منهم بنات لمال بكري رجلها ما بتتحرك انطختي بإجرها مرح بكير 12 أو 13 رصاصة بإيدها أكتر من مصابة وأكتر من طفلة وأكتر من قصة بس للأسف صمت العالم مخزي مخزي جدا عنا بنات كتير في الأسر الاحتلال عم بعتلق يعني نساء مرضات نفسيا عم مش عارفين يتعايشوا معهم الطفلات لأنه صعب جدا 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 عنا الأخت لنا جربوني كمان هي 15 سنة هي لحالها للأسف في تقصير ما في محامي خاص للزهرات اللي هن الطفلات القاصرات لحتى يزورها يعرف معاناتها الصليب الأحمر قلص الزيارات للأسرى الشباب والطفلات كمان بعتوا رسالة معي إنهم محتجات على هذا الوضع هم رافضين من الصليب كل شي بدهم من العالم حريتهم بدهم من القيادة الفلسطينية يعني كمان حريتهم بدهم من العالم يبطل صامت يبطل ساكت هدول طفلات أوضاع غير يعني بنت غير شبل فأنا بتمنى يعني بما إنكم وشكراً لكم تلفزيون الفجر إنكم أول ناس أنا عم بشوفكم بس لازم تفاعل الرأي العام مع هالبنات الصغار بناتنا عم تتعرض بالبسطات لإذاء مش شرط التحرش يكون عبارة عن جسد لا هم عم بيسمعوهم ألفاظ بذيئة عم بيرفعوا يعني بحطوهم في بسطات مع المدنيين بينزلوا أوعيهم لإلهم بيسمعوهم كلام سيئ بتوقع إنه ما فيش مسؤول أو غير مسؤول أو مي مكان فيه ينام وهدول البنات هناك بعانوا معلش أنا بحكي بإسم القاصرات لأنني كنت مسؤولة عنهم بس رسالتهم للعالم بدنا طفلتنا وبدنا حريتنا